بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء في مقرر Machine Elements Design 1 نستكمل معنى Chapter 6 Revit Joints for Structural Applications ونستكمل خطوة التالية اللي هي حساب كفاءة الوصلة Efficiency of the Joint طبعا عشان نحسب كفاءة الوصلة بنحسب على المقاطع ده هي Strength على المقاطع الثلاثة اللي عندنا اللي هو BT1 Strength طبعا الخاص بعملية Tensile Strength ونحسب BT2 والBT3 عند كل مقطع من المقاطع الثلاثة عند المقطع واحد هنلاقي فيه مصمار واحد عندنا يبقى بيه ناقص D فقط وبنطلع القيمة بتاعتها هنلاحظ ان هي BT اللي احنا حسبناها قبل كده 178 نيوتن المقطع الثلاثة هيبقى عندي فيه مصمارين يبقى العرض بتاع اللوح هنقص منه 2D ضرب سونك اللوح في سيجمة T زائد الشيرنج رزيستنس المقاومة بتاعت المصمار ده هوت في حالة الشير ومن ننساش ان احنا طلعنا البي اس قبل كده بتساوي 41 تلتمية المقطع رقم 3 عندي المصمارين هنا هيبقى برضو بيه ناقص 2D أنا مش مرتبط برقم المقطع هنا مرتبط بعدد المسامير اللي موجودة عندي في المقطع لكن العدد المسامير اللي امام المقطع ده ادى 1 2 3 يبقى هنا 3 في البي اس بتاعت المصمار الواحد اللي هي 41 تلتمية يبقى كده طلعت بي تي 1 بي تي 2 بي تي 3 عند الثلاثة مقاطع المختلفة طلعنا قبل كده البي اس لمصمار واحد هنضربها في عدد المسامير اللي هو خمسة فيه 41 تلتمية يطلع الرقم ده وبعد كده البي سي برضو طلعناها الرقم لمصمار واحد اللي هي 43 ألف نضربها في خمسة يطلع عندنا البي سي الكلية عشان نحسب كفاءة الوصلة بنختار الأقل منهم جميعا ونضعه في البسط اللي هو 178 500 في المقام هنا بنضع مين اللي هو كفاءة الوصلة بدون أي ثقوب فيها اللي هو عرض اللوح كاملا ضرب تي ستار بسجما تي يطلع عندي 200 ألف بحطها في المقام بعد كده بأسم واضرب في 100 يطلع عندي دي النسبة المعوية اللي هي بتمثل كفاءة الوصلة ودي كفاءة مقبولة اللي هي 89 و 25 من 100 في المية طيب في حالة ان يطلع عندي كفاءة الوصلة إيتا متدنية جدا وليكن مثلا أربعين في المية يبقى معنى كده ان انت توزيع المسامير عندك على المقاطع المختلفة غير مناسب إذا لم يتثنى لك الوقت الكافي في الاختبار بتعمل بس او اقتراح بإعادة توزيع المسامير فلو انت موزع مثلا واحد اتنين اتنين ممكن توزع اتنين تلاتة او العكس لو انت حاسب على أساس اتنين تلاتة لان احنا طبعا عسبنا على واحد اتنين اتنين طلعت الكفاءة مناسبة لو انت حاسب على اتنين تلاتة وطلعت الكفاءة متدينة متدنية بترجع تحسب او تعيد توزيع المسامير مرة أخرى الخطوة اللي بعد كده حساب البيتش اوف ريفت واحنا قلنا ان البيتش بيساوي تلاتة قطر المصمار زائد خمسة ميلي فبيطلع عندي الرقم ده ممكن احنا نقربه الى سبعين ميلي المارجن قلنا بتساوي واحد ونص قطر المصمار بيطلع عندي الرقم ده ممكن برضو نقربه الى خمسة وتلاتين ميلي يبقى عندي كده البيتش سبعين المارجن خمسة وتلاتين اخر حاجة البيتش اللي هي بتساوي من 2.5 إلى 3 قطر المصمار فبدرب 2.5 في قطر المصمار يطلع عندي 53.75 ممكن نقربها إلى 75 ملي متر ده اللي هو الباك بيتش بعد كده برسم رسمة نهائية للوصلة فيها التوزيع بتاعي على المقاطع المختلفة مقطع واحد ومقطع اثنين ومقطع ثلاثة وبوزع عندي ده طبعا اللي هي بتمثل البيتش ديمانشنز بتاعتي وال55 اللي هي بتمثل الباك بيتش اللي هي المسافة بين صف وصف ثم ال35 اللي هي بتمثل المارجن المسافة بين سنتر المصمار إلى حفة اللوح وبكده ننهي الشابتر 6 المتعلق بRevited Joints for Structural Application ونلتقي في شابتر جديد